مشاهدين الكرام أهلاً بكم في عدة جديد من حلقة أنفاس الكن اليوم كيف الأداء سنخصوها المنتخب الوطني لتحليلي مبارياتي وتسليط الضوء على آخر مستجداتي حلقة اليوم سيحضر معنا المحلل الرياضي عمر بالهاشمي أهلاً بك أستاذ عمر شكراً لأداء أستاذ أفغط مرحبا بك أنتنا أستاذ دي أستاذ دي ماذا تعليقك على أداء المنتخب المغربي من بعد ما ضمن تأهل ليله للدور المقبل وأول شيء أن نفليسيط لكي بنصونا لدست دي أنا لدي نقطة إيجابية دي أنا دست الضوء الثاني ومن أهم أشياء أتلعب في ملعب دي لالسان بيدرو ما غير مشوش ملعب أخرى أهلاً أستاذا لماذا المنتخب بكي يرجع اللور في الجورة الثانية؟ باش ممكن تفصر المسألة هذي؟ واقبل ما نرجعو للشورة الثانية كنا نحلوه بعدها بعد المواضيع في بعض النوقات في الشورة الأول لأن الفريق كما رحضنا البارح كان ما يلعلي منه يعني وبالنسبة للخصم سهل باش عافل المغرب كتي يدعب لأنه قاعد القوار يلوها اللي دازوا دازوا عللي منه بين قناحي وحكيمي وزيعش هذه هي الثلاثية اللي كانت تسميته دونك ممكن تدروك أن بلوك تلعبوا بعك بأن بلوك يعني بلوك 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 كان شوي ياتي زلب باش يتيري كورا البوتو باش يمارك البيوت ولكن ربي ما سهلش لأنك ما تنعرفوا الملعب صرب وصعيب وكورا كانت تطلع عليه بزا باش يتيري دونك كان شوية وكان ذاك الولد إسماعيل صابيري كان شوية البارحة بالنسبة للمقابلة الأولى ديالو شاب صغير كان شوية يخصوا بعد تجربة ولكن في المستقبل إن شاء الله يكون زيان ذاكي بليد حاجة أخرى كان عناهن ميديو التيران شي شوية ضعيف يعني صوفيا المرابط دالواحد خطاء اولا اتنين ومتبشي الأطراف متبريد ركوبراسون سونين كنتي درواه واغوش ديما ما أناهنهه باء عاليز دي ما عاليز بالنسبة لالدفونس كانوا مزيانين حاكيمي كان مزيان الاريال gauche عاطي الله كان متوسط يونس عبد الحاميد كان مزيان بالنسبة لمقابلة ديالو ومن المهم بعد الأخطاء التي يتفادها لأن الخطأ لديفونسور يقال أبوته. بالنسبة للشهو الثاني، لاحظنا الفريق رجع شوية اللور والخصم استولى على الكرة كتر من الأول كانت عنا ببارد 68% والشهو الثاني تنظن لأنه لم يكن لديه بغماء. بعد العناصر كانوا تحضرون مستيرا تحضرونينا. ياسين بونو جبت جوجه لثلاثة الكواري كانوا يكونوا إصابات. لاريارغوش والسيتا وجبت واحد شوج كواري كانوا لديزو كنا رقوهم إصابات. العموم في العموم الشهو الثاني رجعنا للور تحضرون الكواري كانوا تحضرونينا. لذلك الأمير عاون شوية المليوتيرا. حيث المليوتيرا وليفوا اللعب. المليوتيرا. ذلك الزلزول يدخلتها ولكن عنده شوية الأنانية. يتلقى كواري يلعب مع الناس أخرين. ذلك عدلية تنظن عدلية. لاعب زوين. وبالنسبة للطرف لكي لاعب التوفات لوليدة دياله. ولاعب داك المقابلات. هذاك عنده مستقبات كبيرة وكبيرة. أستاذ ما مطلب اليوم المنتخب المغربي؟ هو مقبل على أدوار أخرى وخصوم أقوى؟ متجزيد وقدام تدخل الخاصم تكبر. يمكنه شي صغر. لأن الخاصم الصغير مشاب حاله. متجزيد مثل من الزمن. عنده جنوب أفريقيا فعندوا ندبا للجو أنغلوس-اقصن. Loان اللاتر وقد استعدوا لي. لأن الجو أنغلوس-اقصن لنظر صفل. لكون الجهز بدينيا. ولا ي Boden. المغرب تقدرون ما تقدرون مستيجز بالمام نبو أو التجهيز ديالهم ما كانش في المستوى ليخسوا يكون. أخي أستاذ شنون قدروا نقولوا أن المنتخب مغربي غريب قمس السمر وفي هذا النهج دياله في خوض المقابلات أولا غدين توقعوا واحد الوجه آخر للمنتخب بطبيعات حسب طبيعات الخصوم؟ أخصوف حال أبان أغاني لعبوما كنت خلج أنجلو ساكسون. أخصومي بدلوا اللعبوما. أما يمكنك لك لعب نفسريتم. أباني لعبتي مع لانجلو ساكسون دوزيان متون فحالي لعبتي مع زنبيا. أنا كنت خسرتي وشير بعض الزير. لأن لانجلو ساكسون ما تسهليش. باش يتي لعبوا تسعين دقيقة لعب مئة وعشرين دقيقة بنفسريتم. فهمتي لأنهما حدا ما لغزموا البالحش فينا بأن الكونديسيون فيزيك. كانوا ضعف. ضعف بزاف شهو تاني. نقدرون نقولوا أن قرار توقيف الرجاجي أضطر على اللائبين. أولا أنهم آمنوا بالفوز وخدوا المباراة بشكل نقدرون نقولوا عادي. لا نظنش لأن الرجاجي كان في الملعب. وكان كوميونيكاسون برمانان مع السطاف ديالو. السطاف ديالو لي في 12 أو 13 الناس. فينا الناس كون شمري تاركي والكي خدامي تهدروا مع الرجاجي. يعني كانت كوميونيكاسون. أرا إما كان قاس فوق في تريبين دونور ولا التحت. ما تندونش. ما تندونش. أخوصي تقدر ساعتيني قراءة تكل خاص من البق في جنوب إفريقيا؟ أهي جنوب إفريقيا تنحتربوا. لأن أي خاص ما تحتربوا. ما يمكن لكش تلعب ماشي واحد لما تحتربوا. جنوب إفريقيا كما قراءت قبلها ستنجوا أنجلو ساكسون. ليتي يعتمد على الفيزيك. بدنية بدن. وخصينا قراءة يقومون بأسنا ونأمنون برأسنا. وما نتقوش نأمنون بأننا 1-0 رغ ندوزهم. راح يتبب 1-0 دقيقة 4-9 ماركيني كنت مشيتين. وإنك تنفتي. والأخطاء واردة فشجاع في الهدفونز. لأننا تبغين تدربوا قراءة تتوشي واحدة والتي أنت في إصابة لك. إذن قدروا تقولوا أن طريق المنتخب المغربي نحو اللقب ليست في فكرة. مؤبدة. يعني ماشي سهل اننا نوصلوا اللقب. واشوف. احنا شاهد فرق شريفة. بيكونا تلعبوا معهم قبل. اه تدوى. رقا عادي زمان. اليوم اتفرق قلت فرق قوية. سي عمر كنشكرك على الحضور معنا. وعلى تلبية الدعوة. شكرا لك. لا كان مشكل. شكرا. مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية الحلقة. الى اللقاء في عدد مقبل.